صندوق بريد الرسائل الإيرانية هذه المرة أربيل وليست بغداد التي لا تريد طهران أن تعكر صف واتفاق وكلائها فيها على الحكومة المقبلة فأمطرت أربيل بهجمات صاروخية لها أهداف داخلية وخارجية الهجوم تزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي وقف مبحثات فيينا بشأن نووي إيران في وقت كانت طهران التعقد آمالا على تحقيق تقدم في الاتفاق يضمن مصالحها بناء على اعتقادها أن الغرب يمكن أن يقدم تنازلات لها بسبب ظروف الحرب الروسية على أوكرانيا وما ينتج عنها من انقطاع امدادات النفط والغاز الروسيين كما تقول وكالة بلومبرغ الأمريكية تشير الوكالة إلى أن النظام في طهران كان يعتقد أن ارتفاع أسعار الوقود سيجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يائسا من التوصل إلى اتفاق يرفع العقوبات بسرعة ويدخل الامدادات الإيرانية إلى السوق لكن رياح المفاوضات جرت على عكس ما تمنته طهران فكان لابد من التعبير عن صخاطها بالهجمات الصاروخية ولم تجد أمامها إلا العراق ليكون ضحية الانزعاج الإيراني من الصدود الدولي وعلى الصعيد الداخلي شكلت الهجمات رسالة إيرانية للأحزاب الكردية التي تريد عرقلة ترشيح رئيس الجمهورية الذي تريده إيران كما يمثل تهديدا صريحا لأي طرف كردي لا يدخل بالتوافق السياسي مع الإطار التنسيقي وبكل الأحوال أبلغوا ما في هذا الهجوم وغيره من الهجمات هو الحقيقة المؤلمة لدى العراقيين عندما يرون أن بلدهم تحول إلى ساحة تصفية حسابات للأطراف الإقليمية والمحلية اشتركوا في القناة